إلى أخبار المنتخب الوطني الآن حيث أغلقت الأكشاك وإدارة ملعب الخامس جويليا أكشاك بيع التذاكر بعد نفدها أمس في حدود منتصف النهار ووقفت قناة نوميديا تيفي صباح اليوم على فراغ الأكشاك والهدوء التام الذي عاد إلى المركب بعد الفوضى التي عرفها أمس وكان الوزير الأول قد أعلن عن تخصيص 28 طائرة لنقل 4800 مناصر في أقل من 24 ساعة بعد اليوم من الفوضى والاحتجاجات وسط المناصرين الذين تنقلوا من مختلف الولايات أملا في الحصول على تذكرة تسمح لهم بالتنقل إلى مصر لمشاهدة المباراة النهائية فيما استنكرت إدارة الملعب الاتهامات التي وجهت لها بسوء تسيير العملية هذه الأخيرة التي كان دورها الوحيد هو توفير المساحة لبيع التذاكر لا أكثر